من العلامات الكبر للساعة هذه آخر علامة ويخرج النار العظيمة التي تحشر الناس من أين تخرج؟ تخرج من قعر عدن كما جاء في صريح مسلم وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وجاء في صريح مسلم تخرج بالتحديد تخرج نار من قعر عدن وجاء في المسند بالتحديد أنها تخرج من بحر حضر موت ويسمى الآن بالبحر العربي فهذه النار هي آخر علامة من العلامات الكبرى للساعة وما جاء في صريح مسلم من أن هذه النار هي أول العلامات فالمقصود منها كما قال ابن حجر رحمه الله المقصود أنها أول العلامات التي لا يأتي شيء بعدها من أمور الدنيا وإنما يعقبها أن نفف في الصور قال وأما علاماتها كما جاء عند البخاري فأولها نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب كيف تحشر الناس من المشرق والمغرب؟ وهي تخرج من قعر عدن قال ابن حجر رحمه الله في الفتح قال إنها تخرج من قعر عدن من بحر حضر موت ثم ينتشر شرها في جميع أقطار الأرض فليس المقصود المشرق والمغرب وإنما المقصود أنها تعم الأرض كلها ليس المقصود خصوص المشرق والمغرب وإنما المقصود أنها تعم الأرض كلها أو أنها التي تخرج من المشرق المقصود منها الفتن لأن الفتن مثل النار إذا اشتعلت اشتعلت مثل النار فتكون النار التي نحن بصيد الحديث عنها نار حقيقية تحشر الناس إلى المحشر وتخرج من قعر عدن أما هذه التي عند البخاري فيكون المقصود منها الفتن التي إذا انتشرت فإنها تنتشر فانتشار النار وهذه النار يكون الناس على ثلاث طرق جاء في الصيحين من حديث أبي أريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيلوا معهم حيث قالوا وتصبحوا معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا وجاء عند الطبراني ورواة وثقات كما في مجمع الزوائد أنها تسوقهم أن النار تسوق الناس كسوق الجمال الكثير والناس إذا خرجت هذه النار يفن الله عز وجل الدواب التي تركب يلقي الله عز وجل على الدواب آفة فتبيد وتهلك ولا يبقى إلا القليل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسند الإمام أحمد قال أبو ذر حدثني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن النار تحشر الناس على ثلاثة أفواج فوج راكبين طاعمين كاسين هؤلاء الذين بادروا وركبوا الدواب ثم انطلقوا قبل أن تلقى الآثة العظيمة على الدواب وفوج يمشون ويسعون وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار فقال قائل قد عرفنا هذين الصنفين فما بال من يمشي ويسعى قال يلقي الله الآثة على الظهر يعني على الدواب حتى إنه لا يبقى ظهر حتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة يعني الناظرة يعطيها بالشارح ذات القتب يعني الناقة يعني يعطي الحديقة مقابل الناقة مع أن الحديقة أعظم ثمنا فلا يقدر عليها يعني لا يجد أحدا يعاوضه ويبادله بحديقته ناقة ولو كانت تلك الناقة هزينة وهذه النار تحشر الناس إلى الشام في آخر الزمان لما؟ لأن الشام هي أرض المحشر في آخر الزمان ولذلك في المسند قالوا يا رسول الله لما ذكر النار قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال عليكم بالشام وفي المسند قال تحشرون ها هنا تحشرون ها هنا تحشرون ها هنا وأشار بيده عليه الصلاة والسلام إلى الشام وجاء في المسند وقال عنه ابن حجر إسناده لا بأس به قال عليه الصلاة والسلام وتحشر النار الناس مع القردة والخنازير وتأكل من تخلف منهم فالشام هي أرض المحشر ولذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما من شك من شك أن الشام هي أرض المحشر من شك لذلك فليقرأ قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجلى يهود أجلى يهود بن النظير من المدينة إلى الشام والشام هي المأمن بعد الله عز وجل إذا كثرت الفتن هي المأمن بعد الله عز وجل وبعد آمان الله هي المأمن من الفتن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء وصحح ابن حاجر في الفتح قال عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم إذ رأيت عامود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام آلا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام إذن الإيمان حينما تقع الفتن بالشام وجاء عند الطبراني من حديث عبد الله ابن حوالة وحسنه ابن حجر في الفتح قال عليه الصلاة والسلام رأيت رأيت ليلة أسري بي عمود أبيض كأنه لواء يعني كأنه راية كأنه لواء تحمله الملائكة قلت وما هذا قالوا عمود الكتاب أمرنا أن نضعه بالشام وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن الناس يفترقون إلى ثلاث فرق وإلى ثلاثة جنود بالشام وبالعراق وباليمن الناس يتجمعون في تلك المدن إما في الشام أو في العراق أو في اليمن ففي سن أبي داود وصحح الألبني رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام سيصهر الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن قال عبد الله ابن حوال يا رسول الله خر لي يعني اختر لي يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه ويجتبي إليها خيرته من عباده فأما إن أبيتم فعليكم بيمانكم واسقوا من غداركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله وهذه النار ظن بعض المعاصرين أن هذه النار تحشر الناس يوم القيامة قالوا كيف أين أرض المحشر وقد قال عز وجل يوم تبدأ الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار أين أرض الشام فيقال هنا خطأ بعض الناس يظن أن حشر هذه النار للناس يظن أنها يوم القيامة هذا خطأ الحشر نوعان حشر في الدنيا وحشر في الآخر الحشر في الدنيا وقع منه واحد وسيقع الأخير الأول الذي وقع هو حشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهود بن النظير إلى الشام أجلاهم من المدينة إلى الشام هذا هو الحشر الذي وقع وهو حشر في الدنيا حشر في الدنيا آخر وهو حشر هذه النار هذه النار تحشر الناس تحشر الناس في الدنيا وليس في الآخرة نرى الآخرة لها أمر آخر تحشر الناس قبل يوم القيامة أين تحشرهم كما قال جمهور العلماء ونقل ذلك ابن كثير وابن حجر والكرطبي وغيرهم رحمهم الله تحشر هذه النار قبل يوم القيامة الناس إلى الشام ولذا يقول ابن حجر رحمه الله يقول مما يدل على أن هذه النار هي قبل يوم القيامة وليست في يوم القيامة قال رحمه الله إن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عرات غرلة فراد فيقول ومن أين للذين يبعثون بعد الموت وهم حفاة عرات من أين لهم حدائق يعتاضون بها لأخذ الإبن يقول من أين لهم فأفهم رحمه الله أنه لا يكون هذا في يوم القيامة وإنما يكون في الدنيا لما لأن الله عز وجل ذكر الأكل وذكر الشرب وذكر الركوب على الدابة وذكر البيع والشراء فدل على أن هذه النار هي النار التي تحشر الناس قبل يوم القيامة ويكون مخرجها من قعر عدم من بحر حضر موت تحشرهم إلى الشام موسيقى موسيقى